عالم بوكيمون من اول جزء لليوم ما توقف نهائيا كلنا عارفين ان السلسلة بدأت بلعبة بوكيمون ريد اند بلو على جهاز جيم بوي واستمرت اصداراتها لغاية الجيل الثامن اللي نزل على نيتندو سويتش وهو بوكيمون سورد اند شيلد على مدى 25 سنة تقريبا السلسلة بين كل جيل وجيل بتعيد اصدار واحدة من الاجزاء القديمة الناس كلها متحمسة لاصدار بوكيمون القادم لانه اعادة اصدار للجيل الرابع واحدة من افضل اجزاء السلسلة وكثير ناس بتعتبرها الافضل بسبب شغلات كثير راح اذكرها بالفيديو المهم بعد تجربتي المطولة للعبة وختمتها وحللتها راح اقدم لكم مراجعة كاملة بالاضافة لمعلومات مفصلة عن هذا الجيل وراح تعرف من هذا الفيديو اذا هالجزء بستاهل تشتريه او لا بس قبل ما نبدأ لا تنسوا تشركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس بوكيمون بريليانت داياموند ان شاينينج بيرل هي اعادة اصدار للجيل الرابع من السلسلة سعر النسخة 60 دولار وحصرية لجهاز نيتندو سويتش قبل ما ندخل بالتفاصيل بدي نتفق على شغلة اللعبة لا تستحق 60 دولار نهائيا خالصي من هالموضوع فلما تشوفوني مدحت شغلة او شغلات فيها مش معناها انها بتستاهل تنشهرها بهذا السعر وراح احكي الاسباب بالتفصيل اول شي راح احكي معلومات عامة عن الجيل الرابع عالم اللعبة بيكون في مدينة اسمها سينو وهي مستوحى من مدينة هوكايدو اليابانية وهاي من اجمل مدن اليابان وشركة فننت في تصميم العالم خاصة بالتنوع الكبير اللي فيه مدينة هوكايدو بتحتوي على بحيرات وجبال بركانية وجبال ثلجية بالاضافة لطبيعة جميلة جدا شركة بوكيمون استغلت هذا الشيء وعملت قصة جميلة لكل منطقة مهمة بتزورها في اللعبة ومدينة سينو تعتبر اول مدينة في تاريخ عالم العاب بوكيمون حسب القصة ومنها انطلق عالم بوكيمون قبل سينو ما كان فيه بوكيمونات لانه نوجد فيها البوكيمون الاسطوري اركيس اللي كان سبب في تكوين البوكيمونات اركيس عمل اول شيء البوكيمونين ديالغا وبالكيا المرسومين على نسخ اصدار اللعبة واحد منهم بتحكم بالزمن والثاني بتحكم في الفضاء وراح نعرف اكثر عن تاريخ مدينة سينو والبوكيمون اركيس مع اصدار لعبة بوكيمون ليجند اركيس في يناير 2022 بشكل عام قصص العاب بوكيمون بسيطة لا تتوقع الشيء المعقد بس مع ذلك هذا الجزء قدم قصص متنوعة لكل بوكيمون اسطوري بتقابله في عالم اللعبة واللعبة فيها كثير بوكيمونات اسطورية وكل واحد له مغامرة خاصة كنا نقضي ساعات طويلة نستكشف بعد ما نختم اللعبة لنعرف كيف نصيد كل واحد من الاساطير فبالنسبة لي هذا احلى جزء من سلسلة بوكيمون من ناحية التنوع في اللعبة ومتعة وقصص واحداث وحتى شخصيات وهلأ بدي احكي عن الريميك واول شي بدي احكي عنه التوجه الفني اللي اختاروه الشركة اختارت اللعبة تكون بستايل تشيبي وهذا مر علينا في كثير العاب اخرهم واشهرهم زلدة لينكس اويكيننج اللي نزلت على نيتندو سويتش سنة 2019 انا ما عندي مشكلة مع هذا الرسم كان عادي او اقل من عادي ومش متعوب عليه نهائيا الالوان في زلدة والتفاصيل بتفتح النفس للعب ومع انه بوكيمون فيها تنوع اكبر في المناطق الا انه لو حطيتهم جنب بعض مستحيل تحس انه بوكيمون هاي نزلت بعد زلدة بسنتين وبالنسبة للعبة نفسها من نقطة البداية لغاية نهاية القصة ما في شي جديد رح تلعب نسخة طبق الاصل من اللعبة الاساسية الهدف منها اعادة ذكريات مش اكثر بعكس ريميك الجيل الثالث اللي كان فيه اضافة للقصة مع وجود الميجا ايفلوشن بوكيمون وهذه النقطة ممكن ننتقدهم عليها لانه هذه سنة الجيل الرابع وكل عشاق بوكيمون بيستنوا هذا الاعلام من زمان الشركة خلت كل الاضافات للعبة بوكيمون لجند اركيس وسحبت على هاي تماما يعني باللعبة كاملة ما حتلاحب الا انه في تطور بسيط على منطقة اندرغراوند بس ما حسيتها شي مميز وفي تحسينات بسيطة على القوائم والضربات والتسهيلات في اللعبة عن الاجزاء السابقة يعني مثلا ما حتتغلب في تدريب البوكيمونات كل واحد لحاله مثل الجزء القديم صاروا هلأ كلهم يزيدوا مع بعض عن طريق الايكس بي شير موجودة من بداية اللعبة وهذا اللي عملوه في الاجزاء الاخيرة من بوكيمون وفي كثير تعديلات بسيطة راح تسهل على الناس اللعب سواء الناس اللي بتسرجع ذكرياتها او الناس اللي ما لعبتها وحاب بتجرب مغامرة جديدة في عالم بوكيمون بالنسبة للانميشن في اللعبة معاق جدا لدرجة انه ما بدي أتكلم عنه خلص الانميشن اشي سيء جدا والرسم حكينا اقل من عادي الجيم بلاي نفس كل اجزاء بوكيمون الرئيسية لعبة تبادل ادوار بس الاشي اللي لاحظته مميز بهذا الجزء تحدي الشخصيات خاصة الشخصيات الرئيسية والتحديات النهائية في اللعبة بدها تشغيل مخ شوي على اكسي الاجزاء السابقة هذا الاشي حسيته احسن شوي و احلع حسيت حالي قاعد العب لعبة ار بي جي هلا انا حكيت عن القصة الرئيسية انه ما فيها اي اضافات واللعبة نفسها لغاية ما تختمها وتصير بطل المدينة والمفروض كالعادة بعد ما تختم كل لعبة بوكيمون تروح مغامرة خاصة في صيد البوكيمونات الاسطورية وتجمع البوكيديكس هون اللعبة ضافت شغلات كثير حلوة وهذا اللي حمسني اكمل فيها شوي اول شي رح تدخل التحديات الاصعب بتاريخ بوكيمون وهذا الشي ما لهم بالعادة يعملوه هون رح تتحدث شخصيات الرئيسية في اللعبة بمستوى عالي جدا و رح تحتاج تدرب بوكيموناتك منيح لتقدر تفوز عليهم و رح يكون في اضافة ثانية و هي منطقة جديدة بتقدر تصيد فيها بوكيموناتك الاسطورية من الاجيال السابقة و رح تدخل بمغامرة حلوة تدور عليهم وتصيدهم و كل نسخة من اللعبتين فيها بوكيمونات اسطورية بتختلف عن النسخة الثانية و رح تفتح لك اللعبة منطقة بتقدر تصيد فيها كل بوكيمونات اللعبة من الجيل الاول لغاية اخر بوكيمون في البوكيديكس الجيل الرابع معادة البوكيمون الاسطوري اركيس اتوقع رح يتم اضافته بعدين زمان كنا بنقدر نصيده عن طريق ايفنت خاص فيه هلأ اتوقع اجلوه عشان لعبة بوكيمون ليجند اركيس بس بشكل عام نقدر نحكي انه اللعبة عملوا فيها اضافات جميلة بس مش رئيسية و رح يكون التركيز الاكبر على بوكيمون ليجند اركيس اللي شغالين عليها كل فريق التطوير في شركة بوكيمون حاليا السؤال المهم هلأ هل اللعبة تستحق الشراء؟ اذا انت من عشاق السلسلة ما في داعي احكي لك اشتريها او لا لانك هتشتريها و خاصة اذا اليك ذكريات معها رح تستمتع فيها مهما كان و اذا انت دخلت على عالم بوكيمون من جديد او كنت تاريكها قبل الجزء الرابع ورجعت تلعبها مع نيتندو سويتش فانا بنصحك لا تضيع على حالك فرصة تجربة واحدة من افضل اجزاء السلسلة بغض النظر عن تقييم النهائي اللي ححكيه بنهاية الفيديو لانها بتظل تجربة مميزة وعالمها حلو وشخصياتها وقصتها وبوكيموناتها كثير حلوين ومن الافضل بالسلسلة ومرتبطة بالجزء اللي حينزل بشهر واحد كونه بوكيمون لجند اركيس رح تحكي عن ماضي مدينة سينو تاريخها طيب اذا انت ما اليك على جو بوكيمون وحابب تجرب فما انصحك بهاي التجربة نهائيا في تجارب افضل ممكن تجربهم مثل انك تستنى لاصدار بوكيمون لجند اركيس بشهر واحد او انك تجرب بوكيمون سورد ان شيلد على الاقل بتحسها مواكبة لالعاب نيتندو سويتش شوي بالنهاية ريميك دايمون ان بيرل استمتعت فيه كوني من عشاق السلسلة وهذا من الاجزاء المفضلة عندي بس كان دون التوقعات بشكل كبير يمكن لانهم قدموا لنا الريميك الماضي للجزء الثالث بشكل افضل مع اضافات وتعديلات رئيسية خلتنا نتوقع نشوف اشياء جديدة على هالجزء بالاضافة لاني كنت اتمنى رسمها على الاقل ما ينزل عن مستوى بوكيمون لتس جو راح تحس انه معمولة ترقيع وشغل ماشي حالك والتركيز نهائيا مش عليها ومع انهم ضافوا شغلات بعد ما تختم اللعبة الا انها برأي شخصي ما بتشفى على اللعبة وتخليها تستحق 60 دولار او حتى تقييم منيح تقييم النهائي للريميك 6 من 10 احكولي رأيكم بالتعليقات هل متحمسين لتجربة ريميك دايمون ان بيرل ونشوفكم في فيديو قادم باذن الله اشتركوا في القناة